التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي في أرياض مع الأمير محمد بن سلمان السعود ولي عهد السعودية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد العلاقات التاريخية الأخوية بين مصر والسعودية حيث شدد رئيس السيسي وبن سلمان على الحرص المتبادل على موصلة تطويرها بقوة على كافة الأصعدة في دوء ما يربط الشعبان والقيادتان من أواصر وثيقة ومتينة وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات تنولت أيضا جهود وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة حيث أعرب الرئيس السيسي وبن سلمان عن القلق البالق تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث مع التجديد على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف بهدف حماية المدنيين والحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمني عن السيطرة مع الرفض القاطع لفكرة تهجير الفلسطينيين والتي من شأنها تصفية القضية الفلسطينية بالكامل كما توفق السيسي وبن سلمان في هذا الصدد على ضرورة تكثيف التشاور والتنصيق الوثيق بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة لتأكيد الرؤية العربية والإسلامية بشأن قضية الفلسطينية خاصة في ذل النتائج الصادرة عن قمة العربية الإسلامية غير العادية والتي تتمحور حول تحقيق التسوية الشاملة والعاديلة للقضية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية اشتركوا في القناة